أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم وعليه محمد وعليه والعالم حقا ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين قتل المحسن الشهيد صلوات الله عليه والاعتداء على أمه الزهراء البتول صلوات الله عليها وما رافق ذلك من فجائع ما كان ليحدث لو لا تولي الطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة لعنه الله الحكم وأمره جماعته باقتحام دار الزهراء عليه السلام لإجبار بعلها أمير المؤمنين عليه السلام على بيعته أبو بكر كان يعلم تمام العلم وإجلالي ومودة أهل البيت صلوات الله عليه كان يدرك تمام صلوات الله عليه السلام وما أثير عنه وما أثير عنه خاصة في كتب أتباعه وشيعته أعني أهل الخلاف في تفسير قوله تعالى من سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى جاء في تفسير السيوط المسمى بالدرّة في تفسير المنثور قوله وأخرج البخاري عن أبي بكر الصديقي رضي الله عنه لعنة الله عليه قال أرقبوا محمداً صلى الله عليه وآله في أهل بيته هذه رواية عن أبي بكر يذكرها السيوطي في تفسيره لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ويقول إن الذي أخرج هذه الرواية هو البخاري وبالفعل نحن لما رجعنا إلى صحيح البخاري وجدنا هذه الرواية برقم 3713 ووجدنا شرحها بتعليق مصطفى البغى هكذا أرقبوا محمداً احفظوه في أهل بيته فلا تسبوهم ولا تؤذوهم وهم فاطمة وأولادها رضي الله عنها وعنهم هذه إذن عبارة أبي بكر المعطوفة على قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى أي أنها عبارة تفسيرية لتلك الآية وهذا معناها بحسب شارح صحيح البخاري والمعلق على رواياته وأحاديثه أبو بكر يعترف بأن الله تعالى لما قال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى فإنه يوجب بهذا مودة آل النبي يقول أبو بكر أرقبوا محمداً في أهل بيته أي يحفظوا محمداً في أهل بيته فلا تؤذوهم لا تؤذوهم هكذا أوجب الله إذن هاهنا حرمة للتعرض لآل النبي بالأذى ووجوب لإحترامهم وإجلالهم ومودتهم من هم آل النبي فاطمة وأولادها بحسب هذا الشرح والتعليق أول الناس الذين يجبوا أن نودهم ونجلهم ونحترمهم ونحرم على أنفسنا التعرض لهم بسوء أو بأذى أول الناس هم أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ألا وهي ابنته فاطمة صلوات الله عليها أبو بكر إذن مدرك لهذا المعنى تمام الإدراك خاصة أنه هو الذي يروي أكثر من رواية عما نطق به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في شأن أهل بيته من تلك الروايات ما أخرجه المحب الطبر في كتابه الرياض النظرة في مناقب العشرة ويقصد بالعشرة العشرة المبشرين بالجنة حسب اعتقاد العدو في هذا الكتاب رواية برقم ألف وأربعمائة وسبعة عشر يقول عن أبي بكر الصديق لعنة الله عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة وهو متكئ على قوس عربية النبي خيم خيمة نصب خيمة وكان وكان هو خارجها وكان هو خارجها متكئا على قوس قوس عربية يتكئ عليها يستند إليها طيب داخل الخيمة من يقول أبو بكر وفي الخيمة وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام النبي خارج هؤلاء داخل والنبي واقف وأبو بكر يتذكر الموقف جيدا ويصفه بدقة حتى أنه يصف هيئة وقوف النبي يقول كان واقفا متكئا على قوس عربية فقال هذا إعلان رسول الله إعلان نبوي يا معشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة وحرب لمن حاربهم لا يحبهم إلا سعيد الجد أي سعيد الحظ طيب الولادة ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة اللهم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فردهم والعالم أحلامهم ابن أبي قحافة يعترف إذن وهو الذي يروي وهو الذي يحدث بفضاء لآل النبي ويعرف جيدا حرمة التعرض لهم يقول إن القرآن أوجب هذا أوجب مودتهم والقرآن حرم التعرض لهم بسوء أو بأذى والسنة كذلك أنا بنفسي رأيت النبي وقد خيم خيمة جعل فيها آله وقال أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم هذا إذن حكم القرآن وحكم السنة والناطق به المقر والمعترف به أبو بكر نفسه والآن إذا كان هذا هو حكم القرآن والسنة فأي حكم يصدره أبو بكر على نفسه انتبهوا جيدا هناك كتاب من كتب أهل الخلاف القيم عندهم يسمى معجم الصحابة لإمامهم البغوي في هذا الكتاب في المجلد الثاني الصفحة ثلاثمائة وخمس وسبعين نقرأ هذه الرواية المهمة عن رافع بن عمر الطائي قال شهدت أبا بكر وهو على المنبر في زمان حكومته وهو يقول من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله فلم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله ما معنى بهلة الله في نفس الرواية يقول قال شريك وهو أحد الرواة الذين رووا هذه الرواية قال شريك يعني لعنة الله بهلة من المباهلة مباهلة أي ملاعنة أقول عليك بهلة الله أي عليك لعنة الله هذا هو المعنى أبو بكر يقول تأمل جيدا يقول من ولي من أمر أمة محمد شيئا صار واليا تولى شيئا ما فلم يقم فيهم بكتاب الله لم يطبق كتاب الله فعليه بهلة الله عليه لعنة الله أبو بكر بهذا يصدر الحكم على نفسه لأنه يقال تعال يا عتيق يا ابن أبي قحافة أكان كشفك لبيت فاطمة عليها السلام عملا بكتاب الله أم مخالفة له أنت بنفسك من تقول ارقب محمدا في أهل بيته وكلمتك هذه وزنت في ميزان التفسير تفسير كتاب الله إذ قال سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب فحكم كتاب الله حفظ آل رسول الله ووجوب مودتهم احترامهم وإجلالهم وحرمة التعرض لهم بالأذى هذا حكم كتاب الله تؤكده تؤكده سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إذ اتكأ على قوس عربية وأنت الشاهد والمحدث اتكأ اتكأ على قوس عربية وقال أنا سلم لمن سالم أهل الخيم وحرب لمن حاربهم لا يتولاهم إلا سعيد الجد طيب الولادة ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة كل ذلك من لسانك أنت يا أبا بكر أنت من تقول هذا وأنت من جانب آخر تقول على المنبر أن الوالي إذا ما لم يعمل بكتاب الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله فعليه لعنة الله أكان كشفك لبيت فاطمة كما اعترفت به أنت أيضا كشف بيت فاطمة أي اقتحام بيت فاطمة عليها الصلاة والسلام انتهاك حرمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فإن اقتحام البيت انتهاك لحرمة صاحب البيت بالاتفاق أهذا الذي قمت به كان عملا بكتاب الله أم هو على ضد من العمل بكتاب الله إن أبا بكر كما تعلمون اعترف بأن بأن قد كشف بيت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هو معترف بهذا عبر عنه في أخريات حياته بلسان الندم قال كما جاء في كتاب الأحاديث المختارة أو المستخرج من الصحيحين المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما للضياء المقدسي هذا الضياء المقدسي من أكابر علماء أهل الخلاف ألف كتابا ضمنه ما رآه صحيحا من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم فيلحق هذا الكتاب بالبخاري ومسلم وله منزلتهما في الصحيح في هذا الكتاب هذه الرواية برقم إثنى عشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أي عبد الرحمن بن عوف صاحب أبي بكر من حزب السقيفة أيضا قال دخلت على أبي بكر وهو يقول رضي الله عنه لعنت الله عليه أعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه إلى أن يقول فقال أبو بكر وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته وأن أعلق على الحرب هذا هذا اللفظ الذي جاء في الأحاديث المختارة أما اللفظ الذي جاء في معجم الطبران فهكذا وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أغلق علي الحرب يعني أسد على نفسي باب الحرب ولكن الظاهر أن اللفظ الصحيح هو هكذا وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب أي يكن أبو بكر بهذه الكلمة يقر بأنه انتهك حرمة فاطمة الزهراء عليه السلام في بيتها هذا على أدنى تقدير انتبهوا نحن لا نتحدث عن الفجائع الأخر لا نتحدث عن الضرب المبرح الذي تعرضت له الزهراء صلوات الله عليها لا نتعرض للإحراق لإسقاط الجنين إلى سائر هذه الأمور التي هي من تفاصيل عملية الاقتحام والتي يحاول العدو أن يشكك في ثبوتها نقول دعونا عن كل هذه التفاصيل الأصل ثابت أصل الاقتحام أصل الكشف أصل الانتهاك هذا ثابت وإلا لماذا كان يبدي أبو بكر ندم عليه لماذا والحديث هذا الذي بين أيدينا الذي فيه اعتراف أبي بكر بكشفه بيت فاطمة عليها السلام حديث مخرج في كتاب هو بمنزلة البخاري ومسلم الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وقد نص الضياء المقدسي على أن هذا الحديث حسن فقال وهذا حديث حسن عن أبي بكر إذن لا تنفع محاولات المخالفين إضعاف أو تضعيف هذا الحديث بغمز أحد رواته وهو علوان بن داود بأنه ضعيف لماذا لأن الضياء المقدسي أكثر التفات من هؤلاء إلى روات حديثه وعلوان بن داود هذا ما غمزوه ولا حاولوا تضعيفه إلا لأنه قد حدث بهذا الحديث من شأ تضعيف هم له هو هذا بصراحة قولهم إنه أي هذا الحديث مما أنكر عليه مما أنكر على علوان بن داود إذن هم لم يروا منه كذبا لم يروا منه أمارة من أمارات الضعف بل كل ما هنالك أنهم لم يعجبهم حديثه مع أن محله محل الصدق والوثاق فأنكروا عليه هذا الحديث بعينه لماذا فضحت أبا بكر وحدثت عنه بأنه اعترف بانتهاكه بيت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هذا أمر يحرجنا وهو في نفع الرافضة ولذا لا بد من تضعيفك حتى يسقط هذا الحديث هذه محاولات فاشلة فالحديث على أدنى تقدير حسن والحسن من أقسام الصحيح بمعنى أنه يحتج به ويعتبر بهذا البيان نصل إلى نتيجة مهمة جدا هي هذه النتيجة أن أبا بكر من حيث لا يقصد ولا يرغب قد لعن نفسه لأنه الذي يعترف من جهة بأن حكم الكتاب وجوب احترام آل النبي وحرمة التعرض لهم بالأذى وهو من جهة أخرى يعترف بأنه قد تعرض لهم بالأذى تعرض للسيدة الزهراء صلوات الله عليها بالأذى يوم كشف بيتها وهو من جهة ثالثة يقول مولي من أمر أمة محمد شيئا فلم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله أي لعنة الله فالنتيجة المنطقية لكل هذا أن أبا بكر لم يعمل بكتاب الله أعني قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وإذ لم يعمل بكتاب الله فهو ملعون بلسانه وباعترافه لم نأتي بحديث هنا عن غير أبي بكر انتبهتم للبيان أجئنا لكم بحديث عن غير أبي بكر كل كل هذه أحاديث أبي بكر ضمها بعضها إلى بعض ضم بعضها إلى بعض تكتشف أن من هم على الحق اليوم هم الرافض الذين يرفضون أبا بكر ابن أبي قحافة ويلعنونه فلماذا تنكر عليهم أنت يا من تسمع أينما كنت الآن لما تسمع الرافض وتسمعنا نقول لعن الله أبا بكر فتستاء أو تنزعج أو تغضب أو تشمئز ألا علمت بأن هذا هو حكم أبي بكر على نفسه من فمك أو دينك أبو بكر هو الذي أصدر هذا الحكم على نفسه أنه مستحق للعنة الله الشيعة هم من على حق الرافض على حق لأنهم يعملون بالشرح حين يلعنون أبا بكر فإنهم يعملون بالشرح يعملون بالدين الدين هو الذي بين أن الله تعالى يلعن من تعرض لآل النبي بسوء يلعن من يؤذيهم الزهراء قد أوذيت والمؤذي هو أبو بكر في المقام الأول لأنه الآمر وهو الحاكم فهو يستحق اللعنة إذن والذي يعترض على هذا يعترض على الدين إنا نلزم أبا بكر وأتباعه بما ألزم به أنفسهم أبو بكر يقول من لم يعمل بكتاب الله فهو ملعون عليه لعنة الله من من فمك أو دينك يا أبا بكر أنت لم تعمل بكتاب الله في شأن فاطمة الزهراء لم تراعي حقها ولم تحترمها عليك لعنة الله إنك أمرت بتلك الحملة الوحشية الغادرة على دارها من أجل تثبيت سلطانك هذا مع أنك عالم بأنها في تلك الحين كانت حبلة كانت حامل بهذا الصبط الثالث الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا أنت عالم بأنها في هذه الحالة وأنها تحمل ثالث الأسباط كيف نعرف بأن أبا بكر كان عالما بهذا نقول لأن مصادر التاريخ والسيرة عندنا تذكر بكل صراحة أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سمى هذا السبط الثالث بالمحسن ومعنى ذلك أن الأمر كان متفشيا ومعروفا رسول الله سمى حفيده هذا محسنا قبل أن يولد ورويت هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق شتى حتى وصلت إلينا فلا محالة أن المحيطين برسول الله من أصحابه كلهم كانوا عالمين بهذا الأمر أن الزهر عليه السلام حامل وأنها على وشك أن تضع جنينا هو ثالث الأسباط والنبي صلى الله عليه وآله كان مستبشرا بهذا حتى أنه سماه محسنا هو الذي سم الحسن وسم الحسين وسم المحسن كلهم كانوا يعرفون أكتفي هنا بشاهدين أو بدليلين على معروفية هذا الأمر في مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بدلالة ما حد به وما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه هو الذي تولى تسمية المحسن الشهيد الدليل الأول أو الشاهد الأول من مصادرنا والثاني من مصادرهم أما الذي من مصادرنا فهو ما جاء في تحف العقول لابن شعب في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول في هذا الحديث سموا أولادكم فإن لم تدروا أذكرهم أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى يعني هو مستحب أن واحد يسمي ابنه حتى في مرحلة كونه جنينا لم يولد بعد فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد هذا دليل صريح على أن النبي هو الذي سمى ولازم ذلك أن يكون هذا معروفا لدى المحيطين به لدى أصحابه ومنهم أبو بكر هذا ما هو من مصادرنا أما ما هو من مصادرهم فما جاء في القاموس المحيط للفير زابادي الشافع يقول وشبر هو يضبط اسم شبر هكذا يقول شبر يقول وشبر كبقا وشبير كقمير أيضا يضبط شبير أو شبير بهذا الضبط يقول وشبير كقمير ومشبر أو ومشبر كمحدث يعني على وزن وضبط محدث يقول هؤلاء الثلاثة شبر وشبير ومشبر أبناء هارون عليه السلام قيل وبأسمائهم سمى النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين والمحسن بالمناسبة نبهنا أكثر من مرة على أن ضبط الاسم الشريف هو هكذا الضبط الصحيح محسن لا محسن حسن حسين محسن بتشديد السيني وكسرها هذا هو الأصح نعم باللغة الدارجة نقول محسن لا بأس مثلما باللغة الدارجة نقول محمد لا نقول محمد مثلما باللغة الدارجة أحيانا بعض الحروف أصلا نغيرها قاسم يصير شنو جاسم وهكذا هذا باب فيه تسامح كبير لكن من يريد أن يلتزم بضبط الاسم الشريف بحسب ما أثر عن أهل اللغة والنسابين وأهل الاختصاص فإنهم جميعا ضبطوه هكذا قالوا محسن صلوات الله عليه هذه هذه إذن عبارة جاءت في مصادرهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تولى تسمية المحسن إذن النبي أعلن ذلك لولا إعلانه لما عرف حتى تناقلته الناس فالأجيال إلى أن وثق في الكتب والمعاجب فأبو بكر إذن كان عالما أن الزهراء عليه السلام في تلك الأيام كانت تحمل في أحشائها هذا المحسن الشهيد صلوات الله عليه كان عالما بهذا يعلم بأن الزهراء في حالة حرجة ومع هذا كله نجده يأمر باقتحام دارها أي عذر له أي إنسان في الدنيا يحمل ذرة من مروءة أو شهامة يحرج على نفسه أن يروع سيدة في بيتها لأن له خصومة مع زوجها خاصة إذا علم بأن هذه المرأة هذه السيدة الآن هي في حالة حريجة هي حبلة حامل يتورع صاحب الشهامة والمروءة من الإقدام على مثل هذه الفعلة حتى وإن كان هو على حق يقول صحيح أنا على حق ولكن بالنتيجة النساء نساء لهن حرمة أنا أنتظر عندي خصومة مع هذا الرجل أنتظر يطلع بره أنصفي حساب أبو بكر تبين بهذا الموقف أنه من أنذل خلق الله من أسفلهم لم يراعي بنت رسول الله آل رسول الله لم يراعي على الأقل حالها ووضعيتها الآن كونها حامل لم يراعي هذا ولم يراعي حكم الله في كتابه ولا حكم محمد صلى الله عليه وآله في سنته بل لم يراعي أي قيمة إنسانية فرغم علمه بحكم الكتاب في وجوب مودة آل النبي وحرمة التعرض لهم بالأذى رغم علمه بالوصايا الكثير من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته وقوله إني سلم لمن سالهم وحرب لمن حاربهم رغم علمه بأن الزهراء عليه السلام تحمل في أحشائها جنينا وهذا الجنين عزيز على النبي صلى الله عليه وآله إلى الحد الذي هو الذي تولى تسميته بنفسه ثالث الأسباط رغم علمه بكل هذا يأمر باقتحام هذا البيت واقتحامه بأعنف العنف وبتصريحه ولسانه كذلك شوف كلها روايات أبي بكر ومن ثمه ندينه عليه لعنة الله في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري المصادر أهل الخلاف المعروفة نجد نجد هذه الرواية برقم ألف ومئة وثمانية وثمانين عن ابن عباس قال بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي وهو يقول رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم ولاحظوا شوف هذه الازدواجية بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي رضي الله عنهم حين قعد عن بيعته وقال ائتني به بأعنف العنف عنف إرهاب تنكيل وعلي من يكون من يكون علي أليس زعيم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله ألم يوجب القرآن كذلك مودته ويحرم التعرض له بالأذى أنت يا أبا بكر حين تصلي كيف كنت تصلي ألا تقول في صلاتك اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم من هم آل محمد غير هؤلاء من هم من كان في هذا البيت علي وفاطم والحسن والحسين وفي أحشاء الزهراء المحسن هؤلاء كانوا في هذا البيت أقرب الناس إلى النبي هو سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم ومع هذا كله وبلا خوف من الله ولا حياء من رسوله تأمر قرينك في الشيطنة والإجرام والطغيان عمر بن صهاك تقول ائتني بعلي بأعنف العنف طيب انت تدري في نفس الوقت ان في هذا البيت بنت رسول الله وبضعته سيدة الجنة وهي في حالة خاصة الآن هي الآن حامل فما فما معنى أن تأمر باقتحام دارها بأعنف العنف إن هذا الأمر يروعها فتسقط جنينها هذا أمر خطر هناك خطورة في الموقف لم يبالي بكل هذا وقال اتني به بأعنف العنف لماذا البلاذر يقول حين قعد عن بيعته يعني إذن للإخضاع السياسي بالله عليكم لو أن أحدا في زماننا من الملوك ارتكب هذه الفعلة من هو هذا الإنسان الذي يحترم دينه وضميره وإنسانيته يأتي ويبرر له أو يعذره من السيسي مثلا لما تولى الحكم أطلق العنان لأجهزة الأمن المصرية كما نعلم وبدأت هذه الأجهزة تقتحم البيوت وتعتقل الإخوان وتودعهم في السجن إلى ما هنالك فقامت قيامة الإخوان ومن لف لفهم قامت قيامة قطر حكومة قطر وإسلاماه تعالوا انظروا إلى هذا البطش إلى هذا الإرهاب لا أحد يبرر لا أحد يحترم نفسه يبرر مثل هذه الأفعال لماذا إذن تبررون لأبي بكر لماذا تعذرونه لأنه فقط أبو بكر لماذا لا تحترمون الدينكم وتلعنونه هذا واجبكم الشرعي العنوه هو الذي يقول من حكم بغير الكتاب ولي من أمر محمد شيئا ولي من أمر أمة محمد شيئا ولم يقم فيهم بكتاب الله فعليه لعنة الله العنوه إذن هذا واجبكم أي تبرير يمكن أن تسوقوه للدفاع عن طاغيتكم هذا وهو الذي يأمر بالعنف والإرهاب بلسانه وباعترافه وهو الذي يعترف بأنه كشف بيت فاطمة الزهراء عليه السلام أي اقتحمه وهو الذي يعترف بأن القرآن حكم بوجوب احترام فاطمة وولدها وهو الذي يعترف بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا حرب لمن حاربه فأبو بكر حرب لرسول الله ورسول الله حرب لأبي بكر تدافعون عن محارب لنبيكم تدافعون عن من رفع لواء الحرب على نبيكم إن أبا بكر لما يأمر عمر قائلا ائتني به أي بعلي عليه السلام بأعنف العنف فكأنه يقول ائتني بمحمد بأعنف العنف لا فرق لأن النبي يقول أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم هل يجوز استعمال العنف مع رسول الله كلا فكذلك لا يجوز استعمال العنف مع علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين لأن هؤلاء كلهم رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم هؤلاء كلهم جزء من رسول الله وهو منهم يقول هم مني وأنا منهم هؤلاء جميعا لحم ودم رسول الله فلماذا تبررون لأبي بكر وإلى متى تظلون تدافعون عنه إلى متى يا أيها المسلمون توبوا إلى الله من موالاتكم لأبي بكر والله إن أبا بكر لن ينفعكم يوم القيامة لماذا هذا الحماس الزائد في الدفاع عن أبي بكر والتغطية على جرائمه أو تبريرها وإعذاره فيها أي عذر له إنه يدين نفسه بنفسه يلعن نفسه بنفسه هذه هي الحقيقة من أراد الحق يبرأ إلى الله تعالى من أبي بكر من أراد الحق يتوب إلى الله عز وجل من موالات أبي بكر هذا الإرهابي إن الذي يقول ائتني به بأعنف العنف يعني إرهابي قمعي هذا حاكم مستبد إرهابي قمعي لا يوجد تفسير آخر يأمر بالعنف في حق من من أوجب القرآن مودتهم يأمر بالعنف في حق من في حق الذين رسول الله سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم يأمر بالعنف في حق من في حق سيدة عظيمة هي سيدة الإسلام والمسلمين سيدة الأولين والآخرين سيدة الجنة وأهلها فاطمة الزهرة وهو عالم بأنها في هذه اللحظة في هذه الأيام في حالة خاصة ما الذي تمخض عن هذا العنف البكري العمري فلنسأل شيخنا شيخ الإسلام في زمانه العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه نسأله ونستنطقه شيخنا أبلغنا ما الذي جره هذا العنف الذي أمر به أبو بكر لشيخنا المجلسي كتاب في شرح أحاديث النبي وأهل بيته عليهم السلام المروية في الكاف الشريف هذا الكتاب اسمه مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول صلوات الله عليه في هذا الكتاب يقول العلامة المجلسي فضرب فضرب قنفذ غلام عمر الباب على بطن فاطمة عليه السلام فكسر جنبها وأسقطت لذلك جنينا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا رحم الله الشاعر الشهيد ابن عمار البرقي أبا محمد علي ابن محمد ابن عمار البرقي الذي كان معاصرا للإمامين الهادي والعسكري صلوات الله عليهما وكان من شعراء أهل البيت المجاهرين بالبراءة في زمانه حتى وشي به إلى الطاغية المتوكل العباسي عليه لعنة الله بسبب قصيدته النونية التي كانت تشع براءة ورفضا فأمر بقطع لسانه وقتله فقتل شهيدا رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل الجليل العظيم يقول في بعض أبياته وقصائده متحدثا عن أبي بكر وعمر عليهما لعنة الله يقول وكلل النار من بيت ومن حطب أو وجلل النار من بيت ومن حطب والمضرمان لمن فيه يسباني أبو بكر وعمر كانا يسبان أهل البيت وأسفا على هذه الحقائق التي صارت منسية اليوم ثقافة الشيعة اليوم وثقافة المسلمين الحقيقيين اليوم أهي كثقافة الشاعر الشهيد البرقي أم تختلف وكلل النار من بيت ومن حطب والمضرمان لمن فيه يسباني وليس في البيت إلا كل طاهرة من النساء وصديق وسبطاني فلم أقل غدرا أنا لا أقول أبو بكر وعمر قد غدرا هذه قليلة في حقهما فلم أقل غدرا بل قلت كفرا بل قلت قد كفرا والكفر أيسر من تحريق ولداني وكل ما كان من جور ومن فتن ففي رقابهما في النار طوقاني ويقول في أبيات أخرى متحدثا عن الطاغية الأول لأنه كان ملعون وشيطانا لأنه ضارب الزهراء فاطمة وكاسر بابها ظلما وعدوانا لعنة الله عليك يا أبا بكر وأرانا الله يوم الانتقام منك لما أجرمته في حق سيدة النساء وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أرانا الله ذلك اليوم الذي يخرج فيه مهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ليأخذ منك وممن عاونك من الطغاة والمجرمين حق أمه فاطمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر